القراءة فيها طاقة مائية كتير طاقات نارية وترابية وهوائية كل الطاقات موجودة بس الأبراج موجود برج جديد وبرج الجوزاق وفقط وانا حدا برده بشوف برج الجوزاق وبرده برج الأسد يعني بنفع برج الأسد وبرج الجوزاق طيب ثمان خلينا نشوف طاقتك طاقة تحكينا فيها انه انت حاليا بضربة حظ فائد مشروع واحتمال لغينكم انه انتم خليين هيا العلاقة للمصير والمصير اللي يحركها للأمام او مسلا انه مسلا اشي من الله واللي يحرك هيا العلاقة. انتم شايتين الشخص هادا متباعد زي اخد منكم على جنب وزعلان وقافل عليكم السوشيال ميديا او قافل عليكم آآ نهائيا وهو ممقر بنحيطكم نهائيا. كمان هذا الشخص حاليا وضع كأنه حاطط حدود لكل شيء قاطع مع علاقاته مع كل العالم. اعمالها بفكر بالمنطق والعقل وكمان هو يمكن انسان عقلاني وكلامه حاذ شوي وعنده قراراته ولا رجعته في قراراتي. كمان هذا الانسان آآ يمكن يختلف عنكم من مدينة اخرى من مسافة آآ تانية. انسان هو مناضج. آآ احتمال يكون آآ اكبر منكم سنا. آآ في فرق في العمر. آآ في المسافة. واحتمال يكون من كجول الاخر. من آآ من جنس اخر من جنسية اخرى. آآ من طوائف اخرى. واحتمال في فرق بناتكم. آآ طيب خلينا نشوف هذا الانسان شو مش عارف معده. وزعلان جدا. جدا جدا. لانه حاسس انه انتو درتوا ظهركو الى. وتردته وحيد. هو قاعد بيفكر في الذكريات كليات هاللي بينكم. زعلان على فقدانكو جدا جدا. اعتقد في انفصال في هاي العلاقة. آآ كأنه هذا الانسان شافكو انكو لفيتوا ظهركو الى. ومسلا ما اعططوه فرصة. آآ يصلح الكاسات اللي كبت بناتكم. والزكريات اللي بناتكم. لانه هو كل يوم تقريبا قاعد على الاطلال. وبتذكر كل اشي صار بناتكم. اي اشي آآ زكريات حلوة. آآ المشكلة اللي صارت. كل اشي قاعد بيفكر فيه. هذا الانسان حزين جدا جدا من ناحيكو. طيب عقل البطني. بنا نشوف عقل البطني. تذكر والله. الانسان هدا زالم عليكو. طيب بيحكو جدا جدا. عقل البطني متعلق فيكو. وبرده عنده وسوسة. آآ في عقل البطني كانه يعني مبيضة. آآ بيفكر بالزيادة. عنده التعلق آآ في الموضوع ما او فيكو. انا شاف انه فيكو لانه انا شاف انه عنده خطوة ناحيتكو. آآ التفكيره آآ اربعة عشرين ساعة بيفكر فيكو لانه برضه هو زعلان وقاعد على الزكريات من ناحيتكو. وبفكر في الزكريات اللي كانت ولي صارت وكل اشي صار. آآ هذا الانسان عقله البطني. آآ مش نخليه يدرك آآ آآ انه آآ انك انت انفصلت عنه. نخليه هو بحالة الزكريات آآ بحالة آآ تواهان. يعني كأنه الانسان هذا مش مترك انه نفصل عنكو نهائيا. آآ فعند عدم ادراك آآ وبعدين هذا الانسان عفكري بعتلك طاقة للتفكير آآ جدا يعني ممكن انه ضغط عليك في التفكير يمكن انت باخترع بالك كتير هذا الانسان لانه هو في عقل الباطني متعلق فيك جدا جدا ومغلول جدا جدا انك انت كيف تدرك بتهرك له وتركته وحيد وزعلان لانه عنده كباية آآ انسكبت على الارض فهو زعلان بنفس الوقت متعلق فيك بنفس الوقت بفكر فيك فهو تفكيره ما به ده نهائيا العقل الباطني ما به ده كده. طب تفكيره الواعي آآ تفكيره الواعي آآ هو بيحاول انه يجمع كل افكاره هاي وما يقحه ما يظهرها نهائيا اذا هو يعني لانه انا عندي هون اطلع انه هو متبعد انتو شايفينه متبعد وسكر هاي الكاسة من ناحيتكو فهو بحاول انه يمسك افكاره وبس بينه وبين نفسه وما يدير وجهه ويفرد هاي الافكار قدامكو او يحسسكو بايش هو بفكر بالزبط. فهو ماسك هاي الافكار العصي كل اياتها وماشي فيها لقدام رغم انه تعبان في حملها لان هو هون تعبان وهون تعبان. فهو تعبان جدا جدا هذا الانسان مهلك التفكير فيه كشخص يعني كأنه بتحسر على الماضي آآ والذكريات اللي كانت بناتكو. فهو الافكار اللي بتجي زي الاسهم. تنزل على راسه وهو بدل يجمع فيها. بس ما بده حدا يدرك شو هو بفكر بالزبط. آآ كمان هو زي كأنه آآ آآ افكاره مشغولة بانها آآ مسلا آآ يجمع بين العمل وبينك وبين الناس معينين آآ آآ في افكار بس عقليا يعني كيف مسلا انت قاعد بتفكر مثلا انا اشتقت آآ لهذا الشخص هو نفس الاشي بس ما بيزهر هاد الشي نهائيا. هو بيحاول يخبي هادا الاشي بس هو زي اآ طافح معه ونفسه يتزهر هادا الاشي بس نفس الوقت شافك انه انت دير الظاهرك للموضوع تركته يا بردية جوزعة آآ 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 انسان كأنه بلف ظهره كل ما يجي تذكرك او اطلع على الماضي طبعك كأنه بمسك افكاره بالغسل وباخدها وبتاعك وبيحملها وبروحة طيب خلينا نشوف تفكيروا راح كان عنا خلينا نشوف شو المشكلة لجناتكم. المشكلة لجناتكم عفكرة في شخص منكم او انتم اتنين وقفتوا قدام بعض واعدتوا تحاسبوا بعض على دخول الطرف التالت بناتكم او دخول شيء يخص العمل او شيء يخص العائلة. عفكرة هذا الانسان كأنه حاسبتك الى او صراحتك الى ازعجته. خليته يحافظ على افكاره او يحافظ على كلامه عشان هو ما يزعجك. يعني تقريبا المشكلة هو شايفة بنظرة انك انت اجيت حاسبته على موضوع يمكن هو هذا الشخص ازاك فيه او حسيت انه غدرك فيه فانت رحت وقلت له انت بصراحة اعملتك انت خمتني دخلت طرف تالت بناتنا انت دخلت العائلة بناتنا انت يعني قعدت تحاسب فيه على كل اشي صار بناتكم. فهذا الانسان لحلق لحلق بفكر بكلامك اللي انت حكيت فيه ومش رضي يطلع من راسه هذا التفكير. هذا الانسان حاليا هو شايف الاشي اللي واقف بناتكم انه الكلام اللي صار كانه حاسك انت ما استشفيت اللي عمه فيك انه انت زعلان قدرت ظهرك لهذا الانسان. اعتقد انه زعلك ان هذا الانسان دخل طرف تالت بناتكم او دخل امور عائلية اه او مسلا هذا الانسان اه مسلا انت شايفه انه مؤد المسئولية يحمل مسئولية بيت اسره. اه كمان انت شايفه كأنه ازا مسلا حكيه لك اه سامحني. اه فقلت له لا كيف اسامحك انت دخلت له في تالت بناتنا. انت خنتني انت تركتني بوقت مسلا اه تركتني بوقت انا مسلا كنت محتاجك فيه. فانت تركت ني وروحت هيك. هو شايفك انك انك انت ازا بده يجي ناحية بدك تعد تحاسب فيه عالماضي كلياته. لانك انت يعني ازا اجل ناحيتك بدك تحاسبه عالماضي وهيك شايفك. يعني اه الاشي هو نظرته اليك هيك. طيب. اه شو خطوة القادمة اه الشخص ادي يرجع. بس اذا الشخص كان اقول اشي بدي يجرب خوف المحاسبة. او هو بيستشفي حاليا من اللي صار فيه عنده حالة استشفاء. اه استشفاء من اه يمكن من ادمان. يمكن هذا الشخص مضمن كحول او مضمن اه تفكير او مضمن على اشيه. فهو كأنه راح يستشفي هذا الشخص خطوة انه بدي يجي. اللي اثر فيه معاك كأنه بدي يجي يعطيك اياه فستو فست. يعني اه يعني الكاسة اللي انت شربتها بدي يشربك اياه. مش مسلا كاسة زعل او اشي لا. كأنه بدي يجي يعمل صفحة جديدة معاك بداية جديدة. ويمكن بلش فيها صداقة. من ناحيتك. لان هذا الانسان خطوة ورجوع. ازا حدا بسألني هذا الانتصال هل فيه رجوع او فيه رجوع. انا بحبت جدا هذا الانسان يعني جدا. بفكر فيك جدا جدا. بفكر في رجوع هذا الانسان. يعني التفكير مش هدين عنده حتى الباطنة العقل الباطنة من ناحيتك. عقل الباطنة بحبتك يا اخي شو بتك اكترينيك يعني. خلينا نشوفك انت يا برج الجوزاء. شو مشاعرك من ناحيته? وشو انت شاف العشكلة اللي بناتك وكيف تفكر فيه? خلينا نشوف. اه مشاعرك من ناحيته انت حس انه هو طاقة مش طبعك. هكتلكو فيه فرق بناتكو. حتى ما لكون هذا الانسان مستقل متزوج. وهو مثلا زعلان لانه استقر اه مع شخص اخر. او هو مستقر وما في بايده حي لانه يرفلكو لا يشوفكو. لانه اه اه عفوا اه اه زعلان على انه يخسركم لانه هو مرتبط في اشياء تانية. اه جنا. كأنك انت يا برج الجوزاء شايف انه هو تقمشو عليه. هو لبرز. للدلابرز هو برجك يا برج الجوزاء. كمان انت شايف انه هو اه 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 متعلق فيه جسديا وعقليا وعقلك متعلق فيه جدا لانه انت عقلك الباطني يعني بتحبه حب. عفتلا انت بتحبه حب مش مشروط. يعني حتى لو بيختلف عنك في العادات في التقاليد في المسافة. اي اختلاف دو اه مش عالي لانه هو بيكون مختلف عنك. احتمال انت تكون مرتبط. احتمال هو يكون مرتبط. يعني احتمال انت تكون متزوج يا برج الجوزاء. او عندك ارتباطات غير هذا الشخص. وهو احتمال يكون هو اللي مرتبط وعنده اختيارات غيرك. بس هو يعني ازا انت بتسألني هو بيحبني نفس انا الحبل بحبه. وجدا جدا بحبك ومتأثر على غيابك. بيفكر فيك اربع عشرين ساعة. اه كأنه عنده انت مستقر في عقله الباطني. في عقله الواعي. حتى هو بحاول انه يخبي هاي المشاعر. يخبي هذا التفكير. حتى هو متباعد عشان ما تشوفه. هو بشو مسلا بفكر حتى لو حطيت لكم بلوكان. هو حاطه لانه عشان انتو ما تشوفوا مشاعره ما يزهر مشاعره قداركم. فانا شايفك انت جوزاء برضو انت تحبه جدا جدا. وكأنك تنتظر اه انه يرجع. انت مستنيه يرجع هذا الشخص. ومستنيه يصير مصالحة بناتك ومسامحة. وانا بعرف برج الجوزاء وطيب. وبسامح يعني ما بهمه يعني. بس انا بعرف ان برج الجوزاء ازا سامح عن خيانة. بحس ان الشخص خلص مشكوك فيه. يعني برج الجوزاء ما بحب يعيش بالخيرة. يعني هو اصلا برج متحيل. طيب. انت تفكيرك الواعي انت هلأ بتدور على استقرار مادي. واستقرار عائلي انت تفكيرك انه انت بدك استقرار. وبدك حب. وبدك تسامح. وحب. وثلاثة يعني كروت ريحالة وبزيادة يعني. فانت عندك اه امية انها تتحقق ان هذا الشخص يرجع ويصير فيه بينك واستقرار وعائلة. انا اعتقد انه هيك اه هاد نحب فيه شوي اه اه نوع من انواع المستحيل. انه يحصل مسلا استقرار الزواج. وهيك انت تفكر في الاستقرار وفي الزواج. طيب انت تنظرك في بجهة نظرك. هذا الانسان كيف جراحك او شو انت كيف شعورك بالمشكلة. انت شعورك بالمشكلة كلا هذا الانسان. لهلأ انت مجروح من الاشي اللي عمله. وكأنك طالع يعني واقف على اجرك غصبا عنك. لانه انت حاسس ان هذا الانسان رادر فيه. دخل علاقة تاني اثناء علاقته معاك. اه كمان هذا الانسان اه انت عفوا انت. اه كأنك اه تطلع عليه من بعيد وبتراقب فيه. بتشوف ايش بيصير قاعدة في حياته. وهل مسلا هذا الانسان اخد الكارمة اللي بيستهالها. مع انك انت اعمالك يعني بتفكر انه يرجع لك. بس كأنه انت بدك اياه الطرف اللي دخل بناتكو يتعبه زي ما هو تعبك. يعني تحاسس انه في المشكلة طبعتك يمكن اللي يشفيك العصائي الوحيدة اللي تشفيك رجوعه. انه يقول لك مسلا هذا الشخص اتعبني جدا. وانا ندمان عليك وانا بحبك وكأنه انت قاعد هاد بتستنى في هاد اللحزة. وانت قاعد بتراقه. ونفس الاشي هو براكب فيك وبطلع عليك. وبس تعب نفسك نفسه. نفس الاشي. انتو اتنين تعبانين. مشاعركو تعبانة. من اا نحيطك تعبانة وانت من نحيطه مشاعركو تعبانة. طيب اا طيب شو الحل يا برج الجوزاء. هنا الحل مع برج الجوزاء. الحل انه يا برج الجوزاء تطلع من الحيرة اللي انت فيها اعتقد انت يا برج الجوزاء يمكن اا اا اتقدم لك عرض اا زواج او استقرار اا فانت محتار بين انه الضلب اا عالماضي اللي تركك ومسلا غدرك او خانك او تركك عشان شخص اخر او تركك عشان العائلة او تركك اي اي انكان ولا تروح لاستقرار للعرب اللي جايك لان اعتقد انت يا برج الجوزاء جايك عرب وانت محتار فيه. كمان اا عندي احساس ان برضا في منكو يا برج الجوزاء انتو اغلقتوا على هذا الشخص يعني سكرتوا عليه مسلا السوشال ميديا سكرتوا مسلا ازا هو ساكن قبالك وسكرتوا الشبابيك قباله هيك. كانوا انتو مش خلينا يشوفكو او ظاهرين امامه. كان هم يعني النصيحة او الحلة المشكلة انه انت تطلع من الربط اللي انت فيها الرابط اللي حاطط حالك فيها. لان انت مسكر على ايه? اه ممكن حاطط عليه بلوكات اه ما بعرف انتو بتعرفه بس كأنك انت مبعد عنه وتبعد ولانك انت تارك الاشيء لو مسلا للمصير انها يحلها. فاذا انت مسلا حاطط عليه بلوكات او هذا ارفع البلوكات اذا انت حابل طبعا تصلح العلاقة هاي. يعني اه افتح الابواب شوية او ازا انت جايق عرض استقرار غير هذا الشخص بتقدر انه انت اه اه تنحلق تحط لهذا اه لهذا العرض حدود تختار وتريح بالك من التفكير لانا انت شايف المشكلة بنيس بالك اه متربتك جدا جدا. وكأنك انت واقف عين عليك اه على اجريك الغصب. وهو واقف على اجريك الغصب. وانتو اتنين تعبانين من جهة بعض بتحبوا بعض بس في شوية اه حجزات منك او اسوار عالية انتو مش قادرين تتعدوها. اهو اللي بيحكوا لك في انظار في العاصفة انتبهي برج الجوزاء. فهلا منشو شو ننظر هذا في العاصفة. ممكن يرى الشخص انه بده يجيك غطبان. ممكن. هلا منشوف ايش. بقول لك الحب اللي انت شاركته هو حب لا يموت. يعني هذا الحب اه انا حاسة برضو هيك. انه استحالة يموت. حتى لو داخل هذا الانسان استحالة يموت. لو حتى فيه رغم الطعب. والفرق البناتكو. وفرق اللي يمكن فيه فرق مستويات. يعني انتو مسلا شايفكو هذا الشخص انكو مسلا مرتاحين مجديا. آآ مرتاحين اسرية. بس هذا الانسان هو حاسس انه هذا الحب. ما راح يموت. انا بقول لكو هذا الحب هو الحب الحقيقي هو الحب اللي ما راح يموت. يعني لانا فيه راجع لهذا الحب عشان هي تحضروا حالك يا برج الجوزاء لراجع زيها وهذا الحب الذي لا يموت. آآ كمان انا شايف فيه بعض منكو يا برج الجوزاء زي ما احبتلكو آآ انتو معروضة عليكو كمان عرض غير هذا الشخص فانتو محترين بناتهم. آآ خلينا نشوف شو بيحكولنا هون. آآ انت كان الناس آآ انت كانت مستشار والناس آآ تستشيرك. انت مستشار طبيعي ويستفيل كثير من الناس من التوجيهات والطمأنينه. يعني انت كانت معروضة جوزاء انه مو الناس بتجيب تستشيره رغم طيبته وهذا بس هو قدع. فانت الناس بتستشيرك فانت استشير نفسك. يعني شوف شو دك تمن في هذا الموضوع في الحيرة اللي انت داخل فيها. اطلع منها عشان هذا الموضوع آآ يتحل حاجة. البرج الجوزاء اليوم متكرة. طيب خلنا نشوف العاصفة اللي بنجرونها فيه. شو هي العاصفة اللي جاك يا برج الجوزاء. ترجمة نانسي قنقر او زي ما حتركوا. فمن هذا الانسان يجي مثلا يجي وجهكو مثلا بأسفة او بعصدية او بننفذة. فهذا الانسان حضروا حالكو رجوع يعني رجوعه. بقول لكم مسلا انه يمسكوا على عصابكم. آآ كافة القوة والتسامح. انه هذا الانسان راح يجيكو. يمكن هذا الانسان يجيكو حالي يمومه كتير. فمسلا كيف يحكي يجي في الشغل له فيكم. فهذا الانسان هيك بدي يجي. زي العاصف بدي يجي. آآ عشان هو من الماضي. جوعه من الماضي. وتسامح. حضروا حالكو لهذا الموضوع. لانه راح يصير مواجهات. انا بحس انه راح تصير محاسبة في هذا الموضوع. عندي احساس. كمان انه هذا الانسان مش ليجي مسلا آآ آآ يحكي لك مسلا سامحنا عليه الصلاة. لأ راح يصير من قشحات بناتكو. فهادي العاصفة اللي راح تكون جايتك يا فرج جوزاء. متل ما احكيت تلكو. هدا الشخص جاهز للمواجهة. لانه تقريبا هدا الشخص طلع من علاقة اتعبتها. علاقة يمكن هاد العلاقة كانت اثناء انتو كنتوا موجودين معاها. آآ فهذا الشخص كان بدي يجي آآ يفجر الموضوع قدامك. وآه مسلا انا سويت وانا خنتك وانا هيك. فانا ندمان. فشو الحال? انا بدي ارجع. يعني هيك بدي يجي. وبدك انت هيك تطلع لانه واو يعني جاي مسلا انه. وكأنك آآ بدك كما تحملني جميل لانك راجع. فهيك راح تكون المواجهة. هذه. يعني معنكم عاصف ولا تخيل. خلنا انا اخدشوا نهاية القراءة هادي. ان شاء الله تكونها سعيدة. او شو نهاية العاصف في ادكو. ازا انتو فقط التوازن. احترجوا ان اعتقد انتو ازا متحايرين آآ في امرين شخصيا او متحايرين ان الشخص هدا ليش يعمل هيك? او انتو اسكرتوا آآ هذا الباب لما الشخص هدا آآ دخل طرف تالت بناتكو. كمان انه انتو هادي نهايتها انه آآ راح يصير كلام بناتكو آآ يعني راح يصير كلام شفاء طيب يعني مش راح آآ مسلا يصير لا سمح الله عابد فراء او يصير رحيل لا. كأنه هاده هاد دراجعة هاد الشخص ده توازنك يا برج الجوزاء وتوازن الشخص نفسه. آآ هون صحت لانها برج الاسل يعني عشان عشان الابراج. وتركوا هي قراءات مائية. وهوائية. وكل ارتاقات موجودة هون وبرج الجوزاء. اكتر ايش الضوء عندي هي برج الجدي. هو برج الجوزاء. آآ شكرا لكم يا برج الجوزاء. آآ اسف على الصوات اللعندي. معانيش سمحوني. آآ وشكرا لكم اتبعتكم. اللي عجبوا الفيديو آآ اشترك في القناة ويفعل الجرس ويحط للفيديو آآ وبتمنى لكم شي هذا مبدع بكو الله.